اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الحلقة الاخيرة هذا الموسم الموسم الثاني لنا هنا في هذا البرنامج اللي حاولنا نشتغل ونتعب ونجتهد عشان نقدم شيء جيد زي ما قلت في المقدمة واقرر تاني كل هدفنا في الحياة انا ومعي فريق عمل رائع جدا ان احنا نتعب ونجتهد ان احنا نقدم معلومة نقدم خبر نتأكد من صحته نقدم فكرة نعمل حوار سواء حوار عالمي والحمد لله الفترة اللي فاتت كلها على مدار الموسمين رحنا في كل حتة في العالم ومع شخصيات كبيرة عالميا وشخصيات اثرت رياضيا على مستوى العالم وصلنا ده على المستوى المحلي ما كانش عندنا اي اهداف لا علاقة باثارة تعصب مشاكل ازمات حتى الحاجات اللي كانت بتشتم رائحة التعصب او المشاكل ما كناش بنقرب ليها طوعية نقعد مع بعض كده نقول ايه لا احنا لو طلعنا تكلمنا في الكصة دي ممكن ناس تتدايق من بعض مش ناس مسؤولين رياضيين لا بتكلم على ما يفرقش معاين احنا نقول الصحة وخلاص بتكلم على سادة المشاهدين حضرتك وانت قاعد في البيت عايز تسمع حاجة هديلك اعصابك عايز تسمع وتشوف فيديو مثلا في حاجة كويسة حاجة تريحك نفسيا حاجة تخليك تتخطى الضغوط اللي كانت عليك في اليوم كله هي دي الكورة ودي الرياضة اللي احنا نفهمها والطبيعي ان الكل لازم يكون فاهمها بالطريقة دي بنحاول طول الوقت مش بنقول ان احنا ودايما بقول الجملة دي احنا لا الاحسن ولا الاحلى ولا الاول ولا الكلام ده كل كل الناس بتقدم وبتتعب وبتكتهد عشان حضرتك كل الناس اللي بتشتغل في شغلة بتاعتنا دي هي بتكتهد جدا وبتتعب جدا عشان تقدم محتوى يرديك تبقى انت مبسوط انت بتفرج عليه بعض او كله قليلة كله قليلة اللي ربما بحسن نوايا عندونا قصد ممكن يعملوا ازمات او مشكلة لكن صدقني وبأكد هلك مليون في المية ما فيه شخص بيطلع على الشاشة شخص طبيعي يعني بيطلع على الشاشة تكلم مع حضرتك في الكورة وفي الرياضة بيبقى هو نازم من بيتهم بيقول ايه انا النهاردة هولع الدنيا النهاردة هعمل ازمة النهاردة هعمل كارثة النهاردة هخش اخناقة الحكاية دي موجودة في العالم كله بالمناسبة بس الحمد لله الحمد لله عندنا هنا قلت قوي مش هنا في البرنامج على المستوى الاعلامي كله المستوى الاعلامي الرياضي قلت جدا حاجات قليلة كده بتشوفها وتتدعي منها وتبعدها وبعد كده انت بتكمل طريقك ليه بقولك كلمتين دور النهاردة عشان انت كمان كمشاهد عليك دور كبير جدا جدا ارفض الوحش ارفض اللي بينرفزك ارفض اللي بيعصبك حتى لو حتى لو هو ده بطبيعة الحال بيعجبنا اللي هو ايه الحق ده فلان فلان يدخلوه مع بعض الحق ده فلان ضرف في التاني الحق ده ده متعصب لأهل الحق ده متعصب لزمائك بشكل تلكائي بنروح للحاجات دي بس حاول تدرب نفسك قول لا ما انا بعده وبفرج على الحكاية دي انا بتوتر انا بتعصب انا يومي اصلا كان صعب وانا ناقص وانتوا كمان بتنرفزوني كمان زيادة هتلاقي نفسك بعد ما تفرجت لقيت نفسك انت متوتر جدا ومتعصب ما تعملش كده بقى روح دور عالكورة وعالرياضة زي ما الناس كلها بتحبها في العالم روح شوف مين ايه نادي ايه والفرقة دي بتلعب ازاي واسمع رئيس نادي ريال مدريد بيقول ايه واسمع رئيس برشلونة رد عليه قال له ايه في الكورة في الكورة واسمع نادي تشيلس بيفكر ازاي للموسم الجديد شوف الاهل هيعمل ايه للموسم الجديد شوف الزمالك هيعمل ايه للموسم الجديد وشاور برضو عالاخطاء يعني اقول مثلا الزمالك كان عنده اخطاء واح اتنين تلاتة اربعة خمس بهدف ايه بهدف انه تشوف الزمالك افضل واحسن وكل حاجة فيه كويس نادي جماهيري عظيم وكبير نفس الامر روح اقول الاهلي والله السنة دي كان الاهلي ممتاز بس دا ما يمنعشي انه مثلا يعني محتاج مهاجم محتاج باكليفت عشان يبقى احسن واحسن واحسن دي مش انتقاد ده انك بتشاور بس وتقول يا جماعة فيه هنا خطأ وممكن يتصلح ازاي لو نقدر نقول وبالمناسبة برضو انا دايما بقول انه انا مش مطالب بالضرورة لما اشاور على خطأ اقوله يتصلح ازاي عشان دا مش شغلي انا مش رئيس نادي ولا عدو مجلس دارة ولا مدرب مثلا لو غلط في الملعب في تشكيل ولا لاعب انا ممكن لو عندي لو عندي القدرة ان انا انصح فيها انصح بس في كل الاحوال انا مش هبقى زي رئيس النادي زي المسؤول بتاع النادي ده او زي المدرب ده ده هيبقى كده عارف احسن وكل شي بس انا قدر اشوف الغلط واضح الغلط واضح فيه فرقة النهاردة ما كانتش بتدافع كويس خالص وكان عندها كوارث ورا اقول كان فيه خطأ ورا تمام وممكن لو يعني اقدر ازود شوية اقول كان السبب بتاعه ايه ما قدرتش برضو مش حكايتي هي حكاية المدرب منقوله بس خد بالك انت غلطان رئيس نادي جاب لعيبة ما كانتش مؤهلة وما كانتش جيدة واخد بالك انت كرئيس نادي او مجلس ادارة ما خدتوش كوارات ساليمة مثلا في شرع العيبة اجانب مش هروح اختال لك انا مش هقول لك بعد كده ايه لا لما تحوز تختار اجنبي هجيبولك انا لا ممكن اقول لك المعيين المفروض تختار بيها ربما يعني لو اعرف بعضها انت عندك سكاوتين تيم عندك ناس بتوع ماركتينج او تسويق عندك ناس بتوع تعقودات دول المفروض يبقوا عارفين احسن واحسن دي شغلانتهم الاساسية احنا ممكن نجود نقول نشاور فالامور تبقى لطيفة كده وهدية وحلوة ونستمتع كلنا تعالف الواحد لما بيخلص الهوى وحسس انه مش عامل مشكلة وانه مش عامل ازمة بيروح مبسوط انت لما بتتفرج على حد ما عمل لكش ازمة او ضغطك او ضغط اعصابك وانت بتتفرج عليه بعد ما بتقى في التفزيون بتنام وانت مرتاح نفسيا شواء عادي مش انا مش انا ولا غيري اللي هيخلصوك من ضغوط الحياة الطبعية كلنا عندها ضغوط في حياتنا الطبعية بس على اقل يعني تاخد نفسك شوي تهدأ مش حد روح يلا بقى تعالوا نقوم نقصة تعالوا نقوم نشتم وازاي ده يعمل كده وده لا ما كانتش المفروض يعمل كده وانا اخش دلوقت اكتب بص انا بص هوريكو بص بقى اللاتيك اقصر فيه مش عارف ايه وانا هعمل فيديو اللاتيك اشتم فيه مين ليه بقى ليه واحنا بنتفرج عالكورة واحنا بنتفرج عالرياضة اللي بيلعبوا الكورة ولا الرياضة بيلعبوها لامور تلافسية وامور بدنية وامور بياخدوا فيها برضو فلوس دول اللي بيلعبوا احنا بقى المتلقيين اللي بنشوف وبنتفرج وبنتابع وبنفرح على فوز فريقنا او بنزعل زعل بسيط على خسارته احنا متلقيين مش عايزين حاجة تتابليننا عصابنا عايزين نبقى من التحين واحنا بنتفرج احنا ممناخدش حاجة حرفيا انت بش هتاخد حاجة فانت اللي بتاخده ايه بتاخده متعة تهديلك عصابك دي تمنع فلوس بالمناسبة دي تمنع فلوس يعني دايما يقولك ايه انا في الناس اللي ما بتحبش الكورة يعني يقولك يا عمو وانتو بتشجعوا كورة ليه عمو انت بتاخد فلوس زي اللعيبة ديت انا مش عايز ااخد فلوس انا بمبسط وانا بفرج فالانبساط انت لما بتروح مثلا مصيف بتروح مصيف وبتصرف فلوس عشان تنبسط فعادي انا بصرف فلوس على انبساطي اصرف مفيش مشكلة فانبسط ارتاح 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 ساذ عمر المخرج بتاعنا بيقولي الوقت في ليه بيس اسرف براحتك يا فييس ماش بس برضو العاش عليك فخلونا ننبسط الموسم ده والموسم اللي قبله ننبسط الموسم اللي جاي ان شاء الله لو أولينا العمر بإذن الله ونشتغل على نفس الطريق ونفس السكة اللي احنا مشناها وبدأناها معاكم من الاول انا عايز اقول لكم والله احنا الحمد لله انا نفسي اقول اسمهم واحد واحد بس عادة الواحد لما بيقول اسم ارتجالي كده بينسى حد فخاف اقول اسماء وانسى حد يزعل اكتر ما البقين يفرحوا بس احنا عندنا فريق عمل على مستوى الاعداد والاخراج والمنتاج وكل الناس اللي قدامي هنا على الكاميرات كل الناس بتشتغل باخلاص وضمير شديد جدا جدا عشان في الاخر واحنا مروحين نقولي احنا رضيين على اللي عملناه مع حضراتكم رضيين على اللي قدمناه لحضراتكم فيش حد بقى اللي هو دماغه وشيطانية كده تعالنا تعالنا نقصر تعالنا ولع الدين عارفت الجملة دي مفيش بقى مفيش مفيش الكلام ده الحمد لله عندنا وده اللي ان شاء الله هنكمل بيه بإذن الله لو لنا العمر